تريد تنصدم؟ تابع الفيديو للنهاية وبتندهش من الخدع والميزات اللي موجودة على ايفون وانته ما تعرفها الخدعة الاولى موجودة في تطبيق كالكوليتر او الحسابة اللي يجي في النظام لو نفتح الحسابة ونريد نسوي عملية حسابية 2 زايد 2 مثلا وبالغلط كتب ثراثة ادى لو تريد تحذف الثراثة ما تريد تعيد العملية بالكامل فقط ترغط من اليسار لليمين في الشاشة من وين فاضي وراح ينحذف نفس الشيء من اليمين لليسار نفس الشيء يحذف الرقم الاخير فقط وما يعيد لك العملية الحسابية بالكامل الخدعة او الميزة الثانية مفيدة جدا خاصة اللي عنده اطفال ويعطيهم يتابعوا اليوتيوب ما تبقى يدخل يتصل بالغلط فكذي تقدر تفعل هالخاصية بالضغط ثلاث مرات على زر الباور او زر الهوم وراح تتفعل بعدها ما بيقدر الطفل يطلع من التطبيق اطلاقا بيتم على هذا التطبيق فقط ومفيدة جدا لابعاد المتطفلين واذا تريد تلغي الخاصية تضغط زر الباور مرتين او زر الهوم مرتين وراح يرجع التلفون طبيعي تقدر تطلع وتدخل وين ما تريد تفعيل الخاصية هذه في الاعدادات عام الوصول و بعدها تضغط تشغيل الخدعة الثالثة استخدام الكيبورد كماوس على سبيل المثال لو غلط انا في نص الجملة وريد اصححها اضغط على الكيبورد 3D Touch او بقوة واروح على الكلمة اللي فيها غلط وبعدها تتصحح يمكن شفته هذا الخدعة قبل بس اللي ما شفته انه لو رحتوا الاعدادات وعام الوصول وبعدها الى 3D Touch راح تقدروا تخلوا قوة ضغط الكيبورد عشان يتحول الى ماوس هذه قوة 3D Touch في التيرفون يفضل انك تخليها خفيفة عشان تستخدم الخاصية بسهولة الخاصية الرابعة هي نقل التطبيقات دفعة وحدة لو نضغط على التطبيق ونشله معانا بعدها نضغط على التطبيقات الثانية لاحظوا اقدر اشلهم معاي واحطهم في الفولدر اللي اضع الميزة او الخدعة الخامسة هي القدرة على تعقب رحلات الطيران بسهولة جدا على سبيل المثال عندك طيارة تريد تعرفها واصلة ولا لا تضغط على رقم الرحلة لاحظوا كل تفاصيل الرحلة بالتفصيل اي بوابة On Time يعني ما متأخرة والامور طيبة الميزة السادسة هي القدرة على ترجمة اي نص من اي مكان و الى اي لغة تقريبا لاحظوا لو مثلا حددت هذه الكلمة و اضغط على القاموس او Look Up بيتطلع لي اللغات اللي انا محددنها انا مخلي اللغة انجليزية و لغة عربية لاحظوا الترجمة اذا بغيت احط لغة ثانية عشان اتعلم مثلا اللغة الاسبانية او اللغة التركية تقدر اضيفها من هنا من ادارة القواميس في مرة حسيت ان تيلفونك يصرف بطارية وايد وبغيت تعرف السبب لكن ما قدرت بعد تحديث اي او اس 12 او تحديث 12 صار بامكاننا معرفة التطبيقات اللي تصرف بطارية بسهولة جدا لو نروح الاعدادات بعدها البطارية راح نشوف Graphs بالتفاصيل التطبيقات اللي تصرف والاحلى في الموضوع انك تحدد الوقت ويخبرك في الوقت هذاك شو يصرف اكثر على سبيل المثال في هذا الوقت كان نمشي يصرف 28 كثير منه نفتح نوافذ كثيرة في سفاري وما نعرف انسكرها لكن لو رح تهني وضغط ضغطة امطولة تقدر تسكر كل التابس او الويندوز او النوافذ بزر واحد اشتراككم في القناة راح يفيدنا وايد خاصة ولا ان القناة بعدها ايديدة اذا اعجبكم الفيديو سووا لايك ولا تنسوا اشترك وشير